اشتركوا في القناة اللي هو الجهاز ده والمنتج الثاني علاج للتخسيس بيخسس من 10-15 كيلو في الشهر اذا اتبعت اي رياضة بيوصل الوزنك على الاقل 15 كيلو وبعدين كولاجين طبيعي من غضريف السمك بيشد البشرة بيرجع السنة اقل حاجة 10-15 سنة وراء هنتكلم على كل حاجة بالتفصيل عشان نعمل حتى طريقة الاستخدام وتقدروا تتواصلوا معنا في اي وقت الارقام اللي ظهر على الشاشة حاليا هي الارقام اللي ممكن تتواصلوا نتكلم نهاردة الجهاز ده ده جهاز بيعالج اتصالب الوريدي بيعالج الضعف الجنسي بيعالج عدم الانتصاب بيعالج الرغبة الجنسية نفسها ليه هو بيزيد حجم العضو الزكري بيزيد الانتصاب طبعا لما بيحصل كده بيزيد كمية الدم الواصلة للعضو الزكري الكمية الدم دي فيها المحملة باكسجين والاكسجين ده اللي بين الرغبة للمخ اذا احنا علجنا كذا حاجة في حاجة واحدة الاول ضعف الانتصاب بجمع اشكاله اذا كان من اتصالب الوريدي اذا كان من بروستات اذا كان من الدوالي اذا كان من اي سبب الجهاز ده بيعمل على سحب كمية كبيرة للدم للعضو الزكري كمان الجهاز ده بيعمل على زيادة حجم العضو الزكري طبعا كلنا عارفين ان العضو الزكري عبارة عن عضلة زي عضلة استرس زي عضلة اليد زي عضلة الترابيز زي المجانس زي اي عضلة في الجسم العضلات مع التمرين ايا كان السن مع التمرين العضلات بتكبر الجهاز ده بيعمل تمرين عضلي للعضو الزاكري فبالتالي بيكبر الأضيب استعمالك للجهاز ده لمدة ربع ساعة كل يوم كفيل بيعلاج أول حاجة الضعف الجنس بجمع عشكرو زي ما انتفقنا تاني حاجة انه هو بيزيد حجم الأضيب من خمسة لسبعة سنتي في خلال شهر أو خلال أربعين يوم أقصى حاجة لو استخدمت الجهاز ده ربع ساعة تمرين كل يوم بيزيد حجم الأضيب من خمسة لسبعة سنتي ده أكل شيء وبيزيد العرض يعني بيزيد الطول من خمسة لسبعة سنتي وبيزيد العرض من اثنين لثلاثة سنتي يبقى احنا قدرنا نستفاد من الجهاز ده بقى حسنا دلوقتي هشرح لكم طريقة مبسطة لاستخدم الجهاز هفتح الجهاز على فكرة الجهاز ده أمريكي وبالضمان مش زي بقية الأجهزة الأخرى لا ده جهاز أمريكي بالضمان ده جهاز يدوي فيه منه أوتوماتيكي على فكرة والكهرباء بس أنا حبيت أجيب اليدوي عشان ده سيعروف متناوى للناس كلها الجهاز بيجو زي ما انت شافين بالشكل ده وده اللي بيدخ الهوى اللي بيصحب الهوى من القضيب بيركب هنا في المكان ده وبيركب هنا في الناحية دي كده إحنا ركبنا الجهاز في الناحيتين بتقوم هنا في كاوتشا والكاوتشا دي هي أهم حاجة في الموضوع الكاوتشا دي بتتخدع بتبقى برة أصلا العلبة بس أنا مركبها عشان كنت بشرح الجهاز حالا الكاوتشا دي دي أهم حاجة في الموضوع العضو الزكري بيخش هنا في الكاوتشا بيبقى داخل الأنبوبة كده بقفل عليه الأنبوبة وببتلي أسحب الهوى بالمقبض ده لمدة ربع ساعة بيحصل انتصاب بتمدد العضو في الأنبوب ده لما بيوصل للحجم اللي أنا عايزه اللي هو حاسس ان خلاص أنا مش قادر استحمل ضغطة زي كده فيه هنا أصمام أمان بدوس عليه ضغطة واحدة يروح مفرغ الهوى تاني أسيب إيدي من عن أصمام الأمان وأرجع ألعب تاني بالصبع كده ضخ 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 الحياة دي ما يوصل برضو للحجم اللي أنا إيه خلاص مش قادر ان أنا استحمل الهوى زيدي عن كده بارجع عدوس تاني العملية دي بقرارها لمدة ربع ساعة آآ ده علشان الانتصاب وعلشان خاطر الرغبة والوقت يبقى أنا هنا بيشتغل لحاجتين أول حاجة بس بالطريقة اللي أنا بقول عليها كده أنا بحط الكوتشة بتبقى رجبة في مكانها هنا وأنا بحط فيها العضو الزكري في قلب الكوتشة طبعا الكوتشة بتبقى رجبة في العضو الزكري بيخش هنا ده كده عشان الانتصاب طيب إحنا عندنا انتصاب كويس أو إحنا خلاص وهمنا عليك القصة بتاعت الانتصاب طب أنا عايز أخر الوقت عايز بقى عندي وقت لأقدر استمتع بالعلاقة الزوجية فترة طويلة بيجي مع جهاز الكوتشة زي كده الكوتشة دي ومعها طبع من احتياطي الكوتشة دي بتتشد كده وبتركب على عنق الإزازة تاني هنا على الكوتشة دي نفسها بتركب على هنا وبعدين بقى شد العضو الشدها ورجحها تاني على العضو الزكري هتبقى العضو الزكري جوه الكوتشة هنا جوه الكوتشة دي وورا منها القطع دي ومع الجهاز بيجي لك شرح تفصيلي لإزاي أنا بستخدمه دي بتعمل إيه بقى دي لو أنا مثلا هيحصل جماعة بيني وبنزكتي بعد مثلا ربع ساعة أو نصف ساعة بستخدم الكوتشة دي الكوتشة دي استخدامها فقط لغير في حالة إن فيه جماعة إنما لو أنا عمل تدريبات عادية أنا بكتفي بالجهاز ده بس فيه جماعة وعايزة أخر القصف بيستخدم الكوتشة دي الكوتشة دي بتيجي على العضو الزكري فعلى آخر العضو الزكري كده هاشرح تاني معلش هنتخيل إن ده العضو الزكري الكوتشة دي أنا بتبقى جوه أنا بحط الكوتشة دي هنا بس في الأول عشان تقدر تخش معها سهلة بيبقى أحطط على الكوتشة دي وبين أسحابها بقى أحط دي الأول الكوتشة دي بتحط كده على العضو فآخر العضو خالص من ناحية الخصية وبعدين بحط العضو جوه الكوتشة كده طبعا بيكون جوه الجهاز وببتدي أستخدم الجهاز بعد ربع ساعة بيحصل انتصاب جبار انتصاب قوي جدا وبعدين بيأخر الوقت زي ما أنا عايز يعني عندي بيبقى فيه تأخير بدل ما أخبر بنشطات أو أدوية للتأخير طبعا نعرفين معظم الأدوية زي ما لها فايدة لها ضرر فأنا عشان ما أصبش نفس ده جهاز رياضي يعني ما لوش أي أضرار بل بالعكس فيه فواية كتيرة أهمها تأخير القصف قوة الانتصاب قوة فلازية قوة الانتصاب فلازية مع الاستخدام يعني كل يوم عن يوم بتحسن الحاجة التالتة والمهمة جدا إن أنا بيكبر لي حجم العضو الزكري بيخلي عندي ثقة حتى في نفسي يعني فيه ناس كتيري بتصع عليها بتقول لي أنا الحمد لله رب أعلمين خد من عندك العسل وحصل عند الانتصاب بس حجم العضو مش عجبني حجم العضو صغير فيه انتصاب كويس بس حجم العضو صغير ممكن فيه حاجة تكبر العضو ده أأمن وأسرع حاجة لتكبير حجم العضو الزكري فيه بعض العينات فيك بتحصل لإن فيه برشان باغدو فبيحصل تطويل العضو كلام ده ما سابتش علميا إنما الجهاز ده تقدر تتجربه بمنتهى الأمان ومنتهى السهولة سعر الجهاز ده 750 جنيه والتوصيل على حسب مكانك يعني السعر الجهاز لوحده 750 جنيه أنا عمل عليه عرضه بـ 1200 فأنا عمل عليه عرض لشهر 6 إن شاء الله ربع المين النهاردة اليوم 36 العرض الجهاز بـ 750 ده جهاز أمريكي وحصل على أي زوج 9200 و 9200 و 1 مرتين يعني الجهاز آمن جهاز أمريكي ميدن جيرمان لو حضر ميدن نيو إس إيه الجهاز آمن جدا طبيعي جدا ما فوش أي أضرار يعني آمن لمرضى القلب آمن لمرضى السكر آمن لمرضى الشرايين مالوش أي علاقة بالأمراب بالعكس هو بيدي ثقة في النفس زيادة عن نزوم الحمد للأربع العمين وبتقدر من خلاله تمارس حياتك الزوجية طبيعية وإنت في منتهى الرحم لا بيجيب لك صداعفة عنيك ولا زغلالة ولا تشح في الأنف ولا انسداد في الأنف ولا انسداد في اللدان ولا الحمرار ولا سخنية ولا أي عرض جانيبي نهائي يعني ده آمن مليون في المية 750 جنيه إنت لو جد حسبتها أنا بستخدم مثلا عند الجماعة حباية علاج عشان يحسن انصاب وحباية عشان قطر ان انا اعمل تأخير شوف 8 حباية دي على دي كام وشوفهم في الشهر قد ايه وفيه شوف السنب كام جاهزة يبدل معك طول العمر قطعة غير متوفرة عندي بتبتص عليها لو فيه أي حاجة أولا ده ضد الكسر حتى لو وقع ده غدغ على الأرض بص ولا فيه أي كسر ولا فيه أي حاجة بس لا قدر له حصل أي حاجة القطعة بتاعته كلها متوفرة عندي وبأسعار كويسة جدا إن شاء الله رب العمين دي كانت أول حاجة النهاردة علاج الضعف الجنسي بجميع أشكال وتصالب الوريدي نسادات شرايين عدم الرغبة الحمد لله يعني الجهاز ده بيقوم بالمهم مني طيب حاجة تاني بقى احنا خلصنا من حاجة عارفين كلنا إن السمنة والتخن بيأثر كتير على الحالة الجنسية فأنا جبت لك حاجة تانية يبقى أنا النهاردة لما يكون عندي كرش كده والدنيا معايا مش مزبوطة مهما أخدت من علاجات برضو ببقى أدائي مش كويس أدائي الحركي مبقاش كويس طيب أنا عايز الدنيا تبقى كويسة جبت حاجة بتنزل الكرش طبعا حضراتكم لو كنتم بتابعيني قبل كده أو شفتوني قبل كده تقدروا تخشوا على لو أمار تشوفوني ممكن تخشوا على كتابة عصام الشيخ أنا كان وزني 136 كيلو النهاردة أنا وزني 115 كيلو بعد 45 يوم بس من استخدام المنتج ده ده منتج خاص في شركة الرحمة سعره 350 جنيه معاه شاي أخضر طبيعي ده دية مع المنتج ده بل المنتج ده والمنتج ده تعمل 350 جنيه شاي الأخضر تستخدمه زي أي شاي معلقة على قبات ماء مغلية وده نفس القصة استخدامه معلقة على قبات ماء مغلية وبسيبه المدة 10 دقيقة يبرد وبصفيه وباشربه قبل الفطار قبل الغد قبل العاشر طب واحد ما بيتغداش ما أخدش العلاج ما بيتعشاش ما أخدش العلاج يعني قبل الوجبات الرئيسية اللي أنا باكلها بفتر بتغدى بتعشها يبقى هاخده قبل العلاج قبل الغدى قبل العاشر سعره المنتج 350 جنيه ومعاه الشاي اللي أخضر ده هدية شاي ده من أفضل أنواع الشاي ونجيب كمية تكفي مع العلبة مش مثلا بديك باكت هدية ولا لا ده أنا جيب لك علبة كاملة هدية مع المنتج ده عشان تكفيك العلبة دي بتكفي عشان اليوم في العشرين النوم دي بتننزل من 8 ل 15 كيلو لو لعبت أي رياضة عملت زيارة حرق بتوصل ل 15 كيلو وانت آمن ومستريح لو أنا هاكل وهننفى طبيعي طبيعي من غير رياضة من غير أي حاجة من 8 ل 10 كيلو يبقى ده منتج مهم جدا جدا للرجال والنساء إيه فايدة التخسيس التخسيس مضر جدا على الشارين السمنة يعني إيه فايدة ده هيفيدني في إيه غير إن أنا هاخس أولا أنا السمنة بتأثر على الشارين فبالتالي بتبقى عرضة أكتر لأمراض القلب وأمراض السكر والأمراض المزمنة عموما طيب أنا لما باخد ده أولا بخف الحملة على المفاصلي وزني لما يكون زايد بيبقى فيه ضغط على المفاصل عندي كتير فبالتع بيحصل عندي تآكل في الغضاريف عندي بنهج من أي مجهود مش عارف روح شغلي طبعا معظم الناس عندهم شكل سمنة بيشتكوا منهم على طول بيجيرهم إجهاده بيقعزين نامه فأنا بعالج الحالة دي كلها بالمنتج البسيط ده منتج آمن ما فيش أي أضرار بل بالعكس كمان منشط عامل الدورة الدموية موسع للشرائين لأن أنا عشان أعمل لك حاجة للتخسيس عايز مجرى الدم يكون طبيعي وسريع بحيث أن أنا ما يبقاش عندي عوائق عشان أدرس أفاد بالمنتج ده فإذن المنتج ده بيوصل لي تخسيس من 8 ل 15 كيلو حسب أنا ما عايز أنا ضامن ضامن بإذن الله إن أنا فيه 8 كيلونا نزلتهم طيب أنا عايز 8 كيلو دول أضمن الـ 15 شوية ماشي لمدة نص ساعة في اليوم في البيت مش هتعايزك تخرج من بيتك ماشي في الطرق عند حدك رايح جاي كده لمدة نص ساعة قوم وعد لمدة 5 دقايق في منتهى البساطة أو أنت في بيتك أو أنت في مكتبك أو أنت في أي مكان حاجة في منتهى البساطة الصحة غالية جدا يا جماعة وما يعرفش إيمة الصحة إلا المحروم منها فأرجوكم كل واحد يهتم بنفسه ويهتم بصحته حاجات مش هتكلفنا أي حاجة كمان فيه حاجة مهمة جدا لو أنا عايز المنتج ده يوصلني الـ 20 كيلو أو الـ 15 كيلو ممكن أعصر لمونة كاملة أو أكلها بعد الأكل مش زي ما هي أعصر لمونة كاملة بإشراها زي ما هي كده على المنتج ده وطبعا ده ما بيتحلاش هو طعم مستصغه كويس ما بتحطش عليه سكر ممكن أعصر لمونة عليه أو ممكن أكل لمونة زي ما هي كده ده بيزيد عن معدل حرقي جدا خده إحنا عملنا المنتج التاني بتاعنا اللي هو التخسيس نجيبه على جنب كده ونتكلم على منتج مهم جدا بقى لكل السيدات كولاجين طبيعي كولاجين طبيعي جدا من غضريف السمك الكولاجين ده بيعمل على ست حاجات أول حاجة بيخفي تجايد الوش مش بيخفيها إنه هو بعد ما نشيل لا لا بيقضى عليها على التجايد اللي في الوش فبالتالي بيعيد للبشرة حيوياتها وشبابها يعني أنا بحط الكريم ده بيستخدمه لمدة أسبوع هو بيبنى تلكتو من أول يوم يعني بالنسبة للتأثير والطلة والهالة بتاعتو من أول يوم بس أنا بتكلم على إن أنا عندي تجايد وعزخ فيها التجايد دي بتاخد معي حوالي أسبوع مش هستنى الشهر العلبة دي بكاف الشهر بس أنا ما بستناش للشهر من أسبوع بيبنى التجايد بتاع بيشل التجايد تاني حاجة مهمة جدا في بعض البنات عندها حب شباب اللي ما في سن الجامعة أو سن المراقبة معظمهم بيقضيهم حب شباب نتيجة البشرة الضهنية بيسيب أثار ندبات وما كان الدمام اللي كانت طالعة وما كان حب شباب ده بيسيب أثار ده بيقضي الأثار دي تماما في خلال أسبوع برضو أو عشر تيام بتلاقي البشرة صافية زي بيبي فيس تماما ما فيش أي فيها أثار للدنيل في ناس بتبقى تحت عينها أسود ده بيوحد لون البشرة يعني أنا بيضى بس عن تحت مني أسود أو أنا صمرة وفيه سواد تحت العين بيروح السواد ده تاني حاجة بيشيل انتفاخات اللي تحت العين نتيجة مثلا أن الصهر زد على زوم أو نتيجة الإجهاد أو كده بيحصل فيه انتفاخات تحت العين ده بيشيل انتفاخات اللي تحت العين دي بيفتح البشرة ده كديم تفتيح وفي نفس الوقت زال التجعيد زالت النمش والكلف حاجة تاني مهمة في بعض الناس عندها بدايات صدفية بتيجي عندها بوهاء أسف بوهاء بوهاء مرتبط بالصدفية شواء نحن ناسفين بيبقى عندها بوهاء بيجي في بداية الشفايف من هنا كده فأي ستة بتلاحظ ان ابتدى بانتهاء أو هي يجي لها اللون البشرة بتغير المنطقة دي تتعرف ان دي بدايب بوهاء فأنا بلحقه بالمنتج ده بيمنع الكلام ده ثواني يعني ما بياخدش وقته بيضايع الكلام ده كله أنا طيب أنا الحمد للتا جاية تشارت بعد ثلاثة أربعة تيام أو بعد أسبوع زي ما أنا قلت ما وقفش العلاج أفضل مستمرية عليه اللي مدل لحد ما تخلص العبوة العبوة بتكفي زي ما قلنا نحن باستخدمه أول أسبوع باستخدمه كل يوم تاني أسبوع يوم بعد يوم تالت أسبوع كل أسبوع مرتين لنهاية ما تخلص العلاج اللي معايا دي كفيلة بقاعدة شبابك تاني وأنا مش بتكلم كده كلام لا ده التجربة خير برهان حضرك لما تحطي وتبص حضرك في المراية أولا نظرة الإعجاب من المحطين لكي هي اللي هتبين الكلام ده انتي لما تشوف نفسك في المراية هتشوف الفرق اللي جامد فيه علامات اللي بتبقى هنا الخطوط اللي في القورة والكلام ده كل ده بيروح بيختفي توحيد لون البشرة إعادة نظارة وحيوية البشرة الحاجة المهمة انه بتديكي ملمس ناعم نعومة للبشرة جامدة جدا إلا جانب زي ما قلنا انه بتنهي على حب الشباب وتنهي على أثاره الكلف النمش البقع السوداء الرؤوس السوداء اللي في الجسم علبة واحدة فيها كل الكلام ده ده مكون من غضريف السمك الطبعي مكون من غضريف السمك الطبعي كمان أنا جايب معاه هدية جميلة جدا سابونة جلد السابونة دي برضو خاصة بالكولاجين دي كولاجين طبيعي 100% سابونة للجلد دي دي هدية مع المنتج ده دي خاصة بعامل مساعد مع الكولاجين ده تستخدميها قبل ما تدهيني ده تخليها هي بذل السابونة العادية تبقى هدي السابونة بتاعتك بس دي تستخدمها يوم أه ويوم أه على البشرة بإذن الله البشرة تلاقي بشرة زبدية كده نعمة وملساة جميلة جدا طبعا أي مكون من شركة الرحمة ما جابش نتيجة حضرك تسترد وتاخد فلوسك الكولاجين ده تمله 350 الشاي العشاب التخسيس 350 الجهاز 750 زائد مصاريفي شحن أي مكان احنا بنغطي جمهورة مصر العربية بالكامل من أي مكان المصاريف بتبقى بتتحدد على حسب بعض المحافظة من القايرة في نهاية حلقتنا أنا بشكر السادة مشاهدين وأرجو أن أكون تضيف خفيف عليكم أي استفسار على الأرقام الموجودة أو على رقم الشخصي 00331771 00331771 وقول لكم أنتم بخير وإلى اللقاء من آخر برنامج خير الكلام مع الشيخ عصام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته